موسيقى راح إن شاء الله العلم يصور حلقة النجوم إن شاء الله راح تكون حلقة كذا بسعودية موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله متابعي موقع وقناة موجدفوتوز دات كوم اليوم إن شاء الله واحدة من أجمل الحلقات سافرنا عشانكم راحنا حق تصوير دربة تبانة سوينا بحث سريع وين أحسن مكان ممكن نصور فيه بحيث أن نحصل على أحسن صورة ومن الشخص الذي ممكن نقابله صار اختيارنا على أخونا أبو عبدالله صخر عبدالله الأسمر يحياك الله الله يسلمك يبقيك يا رب العالمي شكرا على استضافة وما قصرت أبد أبد وأنتم اللي أكرمتوني بزيارة زك الله خير عبدالله تعرفت وصخر تعرفت علي عبدالله في متقلبان السعودية كما أخذ مركز الثالث بالطبيعة ما كنت أعرف أساس الله يقولون رفيج الحكم ولا شيئني على طول أي نتيجة تطلع يقولك هذا صديق الحكم زك الله خير بالمناسبة هي المركز الثالث في الآثار والتراث الآثار والتراث الله يزاك خير نحن دائما في حلقاتنا إذا نشرح تكنيك معين نبي أقل شخصي بيبدأ بهذا الشيء تصوير المجرة وتصوير المجرة غالبا نقول ما يحتاج من أدوات ما يحتاج من تجهيزات بعين نتكلم عن القراءة والصعوبات عندك كلمة الله يحفظك أحب أن أبدأ بشكل بسيط التصوير الليلي يختلف عن التصوير الطبيعي في النهار لعدم وجود الإضاءة ممتاز هذا إدراك لابد يأخذ بعين الاعتبار في التصوير الليلي جميع قواعد تصوير لاندسكيب بشكل عام لابد من توفرها كاستعدادات تصوير الطبيعة التصوير الليلي مستحيل تصوير غير ترايبود لأنك ستصوير على شتر على الأقل عشرين ثانية لابد من وجود ترايبود ما شاء الله عندك القدزة ممتاز جدا أنا كذلك تستخدم البنرو الحمد الله لابد من وجود التايمر تحاشيا من عدم حدوث احتزاز على بضيح الكامل ممتاز لا بد من توفر عدسة ممتاز جدا لماذا؟ هناك عدسات زوم موجودة بفتحة عدسات أكبر لكن لا تجلب لك المجرة بكادر واسع سبحان الله منظر مهيب فكلما توسعت وكلما أخذت بكادر أوسع جاءت المنظر سبحان الله لهيبة سبحان الله وهذا لا يوجد شك الله سبحانه وتعالى أقسم بمواقع النجوم في قرآن ولا أقسم إلا على العظيم سبحان الله من الأشياء اللي لا بد توفرها أنت لما تتصور نجوم أو بالمجرة تحديدا لا بد تعرف متى بتطلع وكيف شكلها اللي راح تطلع فيه في الوقت انت اللي رايح فيه تصور رأيت لك أنا تويتا ما شاء الله فيها الأشكال جدا جدا طبعا أنا في تويتا هذه لخصت شغل برنامج السليريوم خلال السنة الميلادية بالكامل ممتاز فأفضل الشهور بشكل عام اللي تطلع فيه المجرة بشكل طيب أو جميل يعني الواحد يقدر يصوره ماي جون جولاي أوغست موجودة لكن أنا أفضل الشهور الباردة عن الشهور الحارة للظروف المناخية أه أه دعنا نتكلم بعدين عن ظروف التصوير على هذه الوحدة يبغى لكلام من الإستعدادات أو التجهيزات نتكلم عن الترايبود والتايمر الكاميرا الكاميرا طبعا العدسة الكاميرا كلنا نعرف فيه فول فريم وفيه كروب الفول فريم ممتازة جدا خصوصا الكاميرات الجديدة من سنة 2012 وطالع صارت كفاءتها في التصوير الليلي شيء جميل جدا رهيب يعني تصور خصوصا لو فيه مصدر إضاءة مثل القمر مثلا كأنك في الظهر الشيء يعني يشجعك أنك تصور في الليل الفول فريم ما راح تكلم عنه لأنه زي ما قلت النتائجها جميلة جدا الكروب لها حدود معينة لا بد أن المصور يعرفها لا يتجاوزها عشان يطلع بالنتيجة مقبولة ما راح يوصل لنتيجة الفول فريم في التصوير الليلي ممتاز لكن سيجيب نتيجة مقبولة أولا لا بد أنه ما يطلع عن الألف وستمئة آيسو هذا بالنسبة الكروب على الكاميراتنا الحالية الكروب على الكروب ألف وستمئة كماكسيمم يحاول يصور المجرة في أوقات تكون السماء لسه فيها شيء من الإضاءة قبل الشروق قبل لا مو قبل الشروق أثناء طلوع الفجر وبعد طلوع شيء يسير جدا ممتاز بعد المغرب وقبل ما يختفي اللون حق السماء شيء يسير جدا لماذا؟ ستجمع فيه المجرة مع لون السماء إضاءة جميلة شيء يقدر عليه كاميرات الكروب وفي بي آيسو 1600 إن شاء الله أنا أتوقع هذه أفضل نتيجة ممكن تطلع فيها حتى في معالجته لا يتعب في معالجة وإزالته حلوة إن شاء الله أنت تقول يجب أن يطلع بشكل معين مرة تكون أفقية مرة تفيرتكال كيف أعرف شكلها أو كيف أعرف الساعة كم ستطلع؟ بالنسبة لنا نحن في الجزيرة العربية هذه الناحية اللي أنا درستها أعرف ستطلع المجرة عندنا من جهة الجنوب الشرقي إلى الشرق وتكون نهيتها ضاربة إلى الشمال بشكل أفقي أول ما تطلع ثم تبدأ ترتفع سبحان الله في السماء إلى أن يشوفها الرأي من الأرض كأنها عمودية الله ثم ترجع مع الشهور مع شهر أوغست وما بعد أوغست ستبدأ تزحف من الجنوب الشرقي إلى الجنوب إلى الجنوب الغربي سبحان الله الأشكال هذه كلها ملخصة في البرامج الفلكية كما ذكرنا سابقاً برنامج السليريوم في برنامج ستار ووك وهو من أروع البرامج هذا عجيب صراحة من أروع البرامج التي يمكن أن يقتنيها لمتابعة المجرة ونجوم شكلها نجربك لكن نحرك ونشوفه داخل غرفة ممتع جداً أتكلمنا عن أدوات الاستعدادات يأتي أحب أن أصور هل هناك شيء قبل أن أختار الصورة الكادر هناك نصائح معينة هل ترى بعض الصور بدايتها تكون فيها أشياء طيب للعلم بالشيء بالنسبة لتصوير المجرة أو دعنا نقول تصوير المجرة أو تصوير النجوم تصوير عليه بشكل عام يعتمد كثيراً على قدرات المصور في المعالجة ممتاز طيب المعالجة للكوادر أو التكوينات الواسعة التي فيها عمق ميدان واسع أصعب بكثير من التكوينات القريبة بسيط يكون يكون بسيط فالمصور يختار الكادر الذي يماشي قدراته المتمكن ممكن يأخذ كادر واسع و سيقدر يعالجها بإمكانياته لكن اللي في بداياته أنصح أن يأخذ كادر قريب بسيط ما فيه عمق ميدان يقدر يعالجها بسلاسة ممتاز إحنا لما نجي نصور المجرة طبعاً إلى الآن الكاميرات ما وصلت فيه كفاءتها أن تصور تصوير ليلي بدون إحداث أي نويز فإحنا نلجأ أن نصور تعريضات للأرض بعد المغرب أكثر من صورة طبعاً نختار التعريض أختار الكادر أو العناصر اللي أبقى أصورها من قبل المغرب أضع الكاميرا أوازن أوازن الكادر بحيث يماشي مكان طلوع المجرة كيف أعرف مكان طلوع المجرة برنامج ستار ووك يغنيك عن البوصلة نكلم مع البوصلة هل من البوصلة عندنا賣؟ في الجزيرة العربية توجه كاميرا عيلياً على الجنوب الشرقي في الأيام اللي تناسب طلوعها بأيام تناسب طلوعها مع الجنوب يتحدث مع الجنوب توجه الكاميرا مع الجنوب ؟ نهائياً أخت أول صورة؟ أخت أول تعريض بعد مطيح الشمس قسمت zarريض للأرض يعني تصور عريضاً للأرض بعد مطيح الشمس أنَّ ي Melish terhanes باردة مناسبة جداً لصورة ليلية لو ما طاحت الشمس ستشوف فيه كونتراست قوي على المواضيع صعب عليك معالجتها وما تكون منطقياً ما يكون شكلها منطقي أي ما يكون شكلها منطقي إنها صورة ليلية بعد ما تطيح الشمس حتى كمان بشوي ممكن ترفع ISO تصور على 400 ما في مشكلة على 800 إذا كاميراتك تتحمل وتأخذ تعريضات لها صورة الأولى هذا الصورة الأولى هل لها مثلاً قراءة معينة وكأنك قاعد تصور لانسكيب عادي كأنك قاعد تصور لانسكيب عادي بضضب 16، 11، 8 على حسب الآيزو ما يكون مرة مرتفع لا لا يرتفع كأنك قاعد تصور لانسكيب بالضبط حلو بعدها بعدها تنتظر طلوع المجرة بالشكل الذي أنت مخطط له والذي يناسب الكادر حلو وتغير إعدادات الكاميرا تحط الفوكس على ما لا نهاية ما لا نهاية تحط فتحة العدسة على أكبر فتحة عدسة توفرها 1.4 1.4 1.8 لا يحتاج لكن أهم شيء تكون زوء هذا 15 2.8 ما شاء الله ممتازة جداً ممتازة جداً حلو لكن لا تحتاج أنك تصورها الشتر طويل تبقى أكبر إضاءة بالضبط بعد ذلك الفوكس قلنا يكون إلى ما لنهاية منوال منوال أو على الأوتو لكن لا تغير الفوكس حلو و قلنا الإيسو الإيسو ممكن ترفع في الفول فريم إلى أربع ألاف خمسة ألاف لا يوجد مشكلة مع الكاميرات الجديدة ممتازة كما كاميرا أنا أيضاً كنت أصور بالفايف دي مارك تو و في ما يقارب منها كانت ثلاثة ألاف ومئتين أقصى حد لها الكروب دائماً أنصح أنه لا يتعدل ألف وستمائة لأنه ستسبب بالنويز تأخذ كادر للمجرة و بعد ذلك تأخذ الصور و تدمجها بالفوتو شوب برامج من هذه الأدسة أكبر رقم الرقم الصغير مثلاً 2.8 و 1.8 مثلاً الإيسو قلنا الفول فريم حسب الفول فريم والكروب الويت بلنس الويت بلنس ذائقة إذا أنت تصور مثلاً بعدين ذائقة يعني أنا عادة ما أصور اللاندس كيب عموماً تصويري أغلبه غراء حلو تمام فأنا أعالج الراء و أشوف الشيء الويت بلنس المقارب بعدين في بوست بروسسنج لكن برضو ممكن أنت من البداية لو حاب أن تكون السماء بنفسجية مثلاً تقدر تخليها على الفلوريسنت أو التنقستون ممتاز وتعطيك السماء زرقة و النجوم زرقة الهالوس المجرة بنفسجية أمسان يوم جربت حطيت الفوكس على بعد المال النهاية شيء زيادة صاروا شوية لدي النجوم فلازم بالضبط إلى مال النهاية بالضبط تفرق من عدسة إلى عدسة يجب أن يعرف عدسة جيدة يجرّب أن يصور فيها النجوم حساس يعرف ما هو الفوكس الصحيح بالضبط أن يستطيع الحصول على صورة النجوم الجميلة ضالب أن نصور الشتر سبيد كم سيكون 25 أفضل شتر سبيد لتصوير النجوم الساكنة 25 أنا أرى قاعدة تقول لك 600 على فوكس لنكت على 600 حق الفل فريم هذا يمكن دعني على 25 على 25 بالضبط ممتاز بالضبط على 30 تبدأ معك حركة بسيطة النجوم لكن 25 مناسب 20 أيضا مناسب لو استخدمت ISO 5000 6400 أيضا مناسب إذا لديك نيكون أم لا تفرق لا سأتكلم الزيد الضوضاء أو الإضاءات حسنا نتكلم الآن عن الظروف المناسبة لتصوير مجرة الأيام الباردة أفضل من أيام الحارة لسبب الأيام الحارة الهواء يكون حار ويرتفع الهواء من الأرض للسماء سيشيل الماء وغبار هذا يؤثر على شفافية الوسط الذي تصور فيه ممتاز الحاجة الثانية كل مكان الذي تصور فيه جاف بعيد عن البحر طبعين رطوبة أفضل الرطوبة تأثر على تصوير المجرة بتجربتي تفسيرها الفيزيائي ما هو عندي لكن من خلال تجربة من خلال تجربة الرطوبة تأثر كثير على النتيجة النهائية للمجرة الشيء الثالث الابتعاد عن المدن أنسب مسافة تبتعد فيها عن أقرب مدينة سبعين كيلو ثمانين كيلو تحصل رؤية جميلة جداً للمجرة هذه أهم الأشياء التي يجب أن يأخذها في اعتباره و في حسبانة على اساس أن يصور المجرة قالوا للشباب ساعات كنت حرام عنك بس أشوى أن يطل طريج نايم لا كم إذا كان الشتر بطيء هل يمكن أن نسكرها في الفيوفايندر؟ أثناء التصوير بشكل عام وهذه من الأشياء التي اكتسبتها من حبيبنا عبد المجيد الجهني لا بد أن أقفل الفيوفايندر أثناء التصوير في الفيوفايندر بشكل عام على أساس الضوء إذا دخل مع الفيوفايندر يأثر على الألوان والشيء هذا يضاعف تأثيره أثناء التصوير الليلي لأنه في الليل عند أي إضاءة راح تأثر بشكل مباشر فأفضل أنا دائما أقفل الفيوفايندر قبل التصوير حق للمجرة تغريباً إحنا قطعنا أغلب الأمور هل هناك شيء معين مثلاً صعوبات معينة يجب أن أحد يتعلم إدت مثلاً هل هناك شيء معين يكون مهم جداً ما تطرغنا له؟ أنا لمحت قبل شوية أنه الواحد لابد يعرف قدراتها في المعالجة العساس لا يتحطم في النتيجة اللي بيحصلها إذا كان لسه في بداياته فيحاول يختار كوادر بسيطة ليس شرط تتبع القواعد أو جميع القواعد حق التصوير للمجرة يبدأ باقتصاص معين موضوع رئيس مع المجرة فقط يبدأ باقتصاص معين موضوع رئيس مع المجرة فقط هذا أكبر تحدي يواجه أي تصوير للمجرة أو التصوير الليلي بشكل عموماً ناقشنا في مسألة أن هناك ناس يصور مثلاً المجرة و بعدين يصور تكوينات قبل المغرب أو بعد المغرب و يبدأ يدمج هذه التكوينات أن تكون هذه الصورة في مكان و الصورة هذه في مكان ثاني أنا اللي عارف مثلاً قناة أو جائزة بي بي سي إذا اسمحوا حق التعريضات أن تكون جميع الصور أصلية في نفس المكان فأنت تسوي شغلة أو شون رأيك؟ والله في بداية الأمر أول ما اهتميت في تصوير المجرة كانت المجرة بحد ذاتها تلقى فتح تدمان وتصويرها كنت أحرص أن أروح أماكن أشوفها فيه وأصورها بعد كذا بدأت أن أشوف كوادر جميلة على نفس اتجاه المجرة أنا عرفت المجرة من فين تطلع؟ جنوب شرق خلاص أخذ الكادر بنفس الاتجاه بحيث منطقياً لو كنت في نفس المكان في نفس اللحظة حق تطلع المجرة ستكون بنفس الشكل ممتاح بعد كذا وقفت وصرت دائماً أصور أحط الكاميرا في المكان الذي أبقى أصوره وأنتظر إلى أن تطلع مجرة وأصورها وهذا أنسب شيء أشوفكم صورة واحدة صورة واحدة نعم لكن على مراحل وصلت الشيء تحط لك أكثر من كاميرا مرات ممكن نعم الآن بدينا أنا آيب ثلاث كاميرات اليوم أجرب الكرب سنسر 1835 1.8 أجرب الديفور مع الفيش آي 2.8 مع البنرو كاربون فايبر و مع الفوتكس حق التايمر ما نريد أن نطول زيادة أساس أن نأخذ مكان صح أخذكم معانا إن شاء الله سنأخذ مكان ونجعلكم مرة ثانية طبعاً أنا اخترت كادر معين قبل غروب الشمس طبعاً ركزت أني أخذ ليدنج لاين سوبجكت رئيسي مناسب لجهة ظهور المجرة أتمنى أن يوفق طبعاً مجرماً ماهي واضح معي الآن أخذت التعريض بعد ما طاحت الشمس أخذت تعريض مالتي فوكس للأرض وبأنتظر الآن إلى ظهور الملكوية تقريباً إلى أيام هذه هتظهر على الساعة داعش تبدو تظهر الساعة داعش أنتظر إلى ما ترتفع في مكان مناسب للكادر اللي أنا أخترته دعواتكم يبتوا فيكم موسيقى أخذكم العافية صبحكم الله بالخير وصلنا معاكم حق نهاية الحلقة اللي هذا الأسبوع إن شاء الله ستكونوا استمتعتوا فيها بالنسبة للحين سترى ثلاث صور أصورهم أخونا أبو عبدالله هذا السامبل من طريقة تصوير المجرة عبارة عن أي شيء أبو عبدالله ثلاث صورة أول ما بدأت أصور بعد الغروب بعد ما طاحت الشمس للأرض بالنفس تقنية اللاندوسكيب حل بعد ذلك انتظرت إلى أن طلعت المجرة في وقت مناسب و في طالع جميل للكادر اللي أنا أخترته ممتاز و صورتها بعد ذلك دمجتم بالفوتوشوب ممتاز طبعاً مليون سؤال راحيين ما هي طريقة الدمج؟ ما هي طريقة الدمج؟ ما هي طريقة الدمج؟ بالله طريقة الدمج بالنسبة للصورتين فيها تقنيات كثيرة مشروحة لكن من أفضلها هناك شرح بسيط و جميل جداً للفنان خالد حد محمد اللي هو عن طريق التشانل هناك شرح برضه للفنان عبدالعزيز بن علي اللي هو باستخدام تقنية أو أكشينات توني كويبر هذه كلها ممكن يرجون لها أظن لك شرح توضيح المجرر بالنسبة للشرح الذي منزل التوتوريال أنا فقط منزل التوتوريال عن طريقة تعزيز ألوان المجرر كيف إظهار ألوانها فقط لكن لا تعرضت الدمج ممتاز بإذن الله تكون هذه الشروح أو الروابط سوف نحاول أن تكون موجودة تحت الفيديو بإذن الله عندك شيء بعد بعبدالله؟ أبد والله دعواتكم دعواتكم وأنا أشكر صراحة كل من ينشر المعلومة حق المصورين محتوى العربي جداً يعني بسيط أشكر كل مصور ينشر معلومة سواء في تويتر في مواقع التواصل اجتماعي ألف مبروكة حب أبارك حق الفايز في حلقة الأسبوع الماضي لك كابون مشتريات وقيمة 100 دينار من موقع AAB نقطعهم إن شاء الله بالعافية بالنسبة لسؤال حلقتنا إذا كان في ضيف فإننا دائما نرمي السؤال على الضيف طيب فنبي سؤال شديد السؤال صعب مرة صعب عليك؟ سؤال أحضر السؤال فيها تقنية جميلة جداً أعلمنيها الفنان عبد المجيد الجهني أستخدمها لتصوير تصوير ممتاز ما هي التقنية؟ ما هي التكنيك؟ تكتب الطريقة التي يوم ذكرنا الفنان عبد المجيد الجهني تكتبها تحت التعليقات في يوتيوب تقدر تزيد نسبة فوزك عن طريق أنك تكتب نفس الجواب في إنستجرام ماجد فوتوز أو إنستجرام أبو عبدالله ما هو الإستجرام؟ صخر عبدالله صخر عبدالله راح تلقونهم موجودين بإذن الله نشوفكم على خير إن شاء الله لأسبوع الياء طبعا جاهزة الحلقة نفس الجائزة 100 دينار مقدم موقع AAB World من طريق الموقع تقدر تأخذ هذا الكابوم بالمشتريات لا تنسون تسولنا سبسكرايب لايك وتنشر الحلقة في مواقع توصيل اجتماعي عساس تستفيدون أخوانك المصورين الباقين شوكم إن شاء الله على خير اشتركوا في القناة شكرا شكرا